أعطيكم العافية وشكرا للمتابعة في ناس كتير عم تسألني ليش أنا سريع في الحكي باعتذر منكم كلكو بس تأكدوا أنه لو أنا بطعت شوي رح تصير الفيديوهات طويلة أكتر ورح تصير مملة فبإمكانكم أنتوا ترجعوا وتقدموا على الفيديو زي ما بتحبوا وإن شاء الله بدي أحاول أخفف السرعة بس الماتيرير كتير كبير وبدنا نخلص بأسرع وقت ونضغط الفيديوهات أجل ما نقدر فإن شاء الله تستمتعوا في الجزء الرابع ونراكم قريبا هذا الجزء الرابع عن كندا الحديثة وما بعد الحرب العالمية رح نبدأ بصفحة 24 طبعا أول إشيء اللي هو استكشاف البترول أو الأويل في ألبيرتا في 1947 هذا عمل طفرة كبيرة في الاقتصاد الكندي فيه شغلات كثير صارت بعد ذلك اللي هو الكنيديان هيلث أكت اللي هو إحنا منوخد صحة بلاش عن employment insurance اللي هو إذا واحد استرك الشغل بعطوه فلوس لمدة معينة اللي صار اسمه بعدين employment insurance برضو في 1940 صار old age security للناس اللي كبار بالسن صارتوهم وفي 1927 كندا وكيباك عملوا pension plan اللي هو ضمان الاجتماعي لما الواحد صارت بـ صاري وفي الثلاثة وخمسين شاركت كندا بالحرب هاي يماتوا وألف تصاوبهم برضو شاركت كندا في اليوان peacekeeping في عدة دول منها مصر الآن كندا وكيباك صار في كتير شغلات على كندا وكيباك 1960 أو في الستينات صار quiet revolution أو الثورة الهادئة في الثلاثة وستين البرلمان عمل شغلة اسمها royal commissions on bilingualism اللي هو بساعد يسوي شغلة للغتين وفعلا في الوفيشل لانجوج اكت اللي صار في التسعة وستين صارت الفرنش والانجليش معتمدة من الحكومة الفيدرالية في 1970 كندا ساعدت في إنشاء منظمة اسمها الفرانكوفوني اللي هي الدول الناطقة باللغة الفرنسية الآن كيباك ما ساكتوا طلبوا انه يصير استفتاء ريفرندم ريفرندم استفتاء في 1980 وصار إذن صار استفتاء في 1980 له ريفرندم وكيباك أهل كيباك رفضوا الريفرندم صار الريفرندم مرة تانية في 1995 1995 وبرضو رفضوا الريفرندم فلازم تحفظوا هذا التاريخين في 1982 كيباك رفضت توقيع المعاهدة اللي حكينا عنه بصفحة 8 اللي هي الكنيدين ورجعوا بعدين نوقعوها هنا نحكي عن تغير المجتمع بعد الحرب طبعا الناس صار إلها حق التصويت لكن الأسيوين ما كان لهم حق أخر ناس استحقوا التصويت من الأسيوين اللي هم اليابانيين في 1948 وبعدها الابورجينال بيبول في 1960 صاروا يحق لهم التصويت الآن أي شخص في كندا كندي بيحق للتصويت إذا عمره 18 فما فوق طبعا هون بدنا نحكي عن الثقافة ولهذا في أسماهم مهمة بكم تقرأوها أهم إشي group of seven هدول الجماعة عملوا رسمات ولوحات للطبيعة landscape ومعروفين كتير وفي فيلم مهم مشهور اسمه Dennis Accrad Have been popular in Quebec و Across the country هذا مشهور كتير في الصفحة اللي بعدها في أسماء كتير وناس كتير أهم إشي الأسماء اللي نحكيها هلأ باسكتبول اختراعها واحد كندي اسمه James Nasmish في 1891 مشهور كتير هذا الشخص برضو في عنا وين غريتسكي هو أشهر لاعب هوكي موجود في كندا هو one the greatest هوكي player at all time كان يلعب مع أدمنتون من 79 إلى 88 في عنا تيري فوكس حكينا عنه كتير تيري فوكس 1980 بدأ الرن تبعه بريتش كولومبيا لما انقطعت رجله ورن شغلة اسمها marathon for of hope عشان يجمع فلوس للكانسر وفي برضو كندا عملت شغلة مهمة في الاسماء اسمها Canada Arm او اليد الكندية Canada Arm اللي هي صورتها في الصفحة اللي بعدها بالفضاء هدول الاسماء لازم تحفظوهم كويس أهم شيء أليكساندر جراهام بيل اللي هو جاتوا الايديا تبعه التلفون وهو في كندا كان جوزيف بومبردير اللي هو اختراع السنو موبيل او المطور التلجي سير فليمينج اللي هو عمل الشغلات time zoning اللي هو مثلا زائد ساعة زائد ساعتين زائد ثلاث ماثيو ايبنس و هنري وودوارد اللي هم اختراعوا اللمبة وبعوها ل اديسون اللي شهر طبعا بعدين عندك ريجنالد فيزمين هو اللي اختراع او بدأ احمل شغلات تار في الراديو وكان له اهمية في دكتور ولدر بنفيلد the greatest living canadian كان جراح من مجيل برين جراح دماغ وفي جون هوبس هو برضو انبنتد ال peace maker او المنظم نبضاء القلب والسبار عملوا الكندا ارم بعدين مايك ليزند و جيم بيزلد عملوا شركة بلاك بري وهون على الهمش عندنا في اسمين اللي هم بانتينغ و تشارلز بست هم اللي اختراعوا الانسولين اللي ساعد مرضى كتير حوالين العالم هاي اهم الشغلات او الاسماء اللي لازم تحفظوها ومهمة جدا انكم تركزوا عليها اعجابتكم القناة بأمم من انكم كلكو تعملوا سبسكرايب لايك وشير